وتقدم فجاءه عظماء الفرس الذين استسلموا قبل ذلك للمسلمين فبدأ يعاتبهم كيف تستسلمون للمسلمين فقال له واحد منهم لا تجمع علينا أن تعجز عن نصرنا وتلومنا على الدفاع على أنفسنا احنا ما سطعنا ندافع وأنتم ما نصرتونا ما ساعدتونا هنا سعد بن أبي وقاص ما يدري هل تحرك الجيش أو لا فأرسل طليعة استكشاف طليعة عجيبة من الاستكشاف هذه الطليعة عشرة بقيادة اثنين من أبطال العرب عمرو بن معدي كريب الزبيدي من أهل اليمن كان يعد في الجاهلية بألف فارس وطليحة ابن خويلد الأسدي أيضا كان يعد بألف مقاتل وكلاهما ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك لما هزم رجع إلى الإسلام وشاركوا في القادسية له وهما من الأبطال أبطال العرب وأبطال المقاتلين فقال لهما اذهبا معكم هؤلاء العشرة استكشفا لي الخبر خرج الجيش ما خرج أين وصل اعتوني بالأخبار طبعا هذه الآن عملية مثل ما يقوم فدائية لازم يدخلوا في أعماق أرض فارس ما هو فقط قريب من سعد بن أبي وقاص فبدأت هذه السرية تستكشف وبدأت تتوغل بعد فترة كان رستم قسم جيشه إلى مقدمة وإلى قلب وإلى مؤخرة المقدمة كانت سبعين ألف القلب حوالي مئة ألف والمؤخرة أيضا حوالي سبعين ألف لما وصلت هذه الطليعة وإذ بالمقدمة طبعا أول شيء تحركت المقدمة بعد أيام تحرك القلب بعد أيام تحركت المؤخرة فأول ما وصلت هذه الطليعة الاستكشافية وإذا هذا الجيش سبعين ألف يهز الأرض فقالوا جاء الفرس هذا جيش الفرس طليحة وعمر خبراء بالقتال وخبراء بالتشكيلات العسكرية قالوا لا والله ما هذا الجيش ما هذه إلا مقدمة الجيش الباقين ما معقول هذه مقدمة سبعين ألف مقدمة ما هو معقول يكون جيش أكبر من هذا فطليحة وعمر قالوا خلونا نكمل نشوف إيش الخبر الباقين قالوا لا ما في أكثر من هذا الخبر خلونا نرجع نخبر سعد اختلفوا العشرة قالوا لازم نرجع نخبر سعد حتى لا يفاجأ وما نعتقد أن في أحد أكثر من هؤلاء سيأتي طليحة وعمر قالوا من ترجعوا أحنا نكمل فرجع العشرة وبقى اثنين كملوا ساروا بتوغلوا في أرض الفرس وإذ بقلب الجيش يهز الأرض هزا مئة ألف بتشكيلات وسلاح شيء هائل فقال ما تقول هذا باقي الجيش قال لا هذه القلب بعد قال تعتقد فيه بعد قال ما رأينا جيشا فيه كل تاريخنا العسكري بهذا الحجم شاهد قال نكمل بدأوا يكملون بدأوا يتوغلون أكثر وأكثر في أرض فارس شجاعة بطولة شيء غير عادي حتى وصلوا إلى المؤخرة وفيها رستم كان خرج مع آخر الجيش قال ما تقول قال هذا آخر الجيش وفيه قادتهم هذه الزينة بيّنت حرفوها قال نرجع عمر يقول لطليحة نرجع قال لا ما نرجع قال ماذا نفعل قال نهجم قال لا أنت صاحي أنا وياك اثنين وهم سبعون ألف أو ثمانون ألف قال وإن كان نهجم عليهم والله ما أرجع حتى أغنم منهم قال جننت رجل واحد يهجم على سبعين ألف قال لا أنت الجبان ارجع إن شئت عمر طبعا ما هم صدق ما الذي يحدث فوقف ينظر طليحة كان جادا في حديثه وفعلا هجم طليحة في جنح الليل هجم على الجيش سبعون ألفا يفاجأوا ما أحد متوقع واحد يهجم ويدخل طليحة في وسط الجيش ويفعل فعلا عجيبا كل ما مر على خيمة ضرب حبالها فأسقطها عليهم وظل تعم الفوضى في هذا المخيم والناس في هذا الظلام وهذه الحركة الغريبة ما رأوا جيشا يدخل وفجأة مرج وهرج يحدث داخل الجيش حتى وصل إلى خيمة رستم فقطع الحباب أسقطها وأخذ خير رستم وخرج من بينهم وهم في هذه الفوضى ورجع وانهارت معنويات الفرس ما هذا أهؤلاء من الجن أم هؤلاء من الإنس ورجع وأخبر سعد بن أبي وقاص بالخبر وبدأت الاستعدادات أنه بدأ تحرك الجيش فأرسل إلى عمر يخبره أن رستم بنفسه قد خرج فقال لا يكربنك يعني لا يحزنك ما يأتيك عنهم واستعم بالله وتوكل عليه وابعث رجالا من أهل المناظرة والرأي والجلد يدعونه ارسل ناس يدعون يزدجرد إلى الإسلام فإن الله جاعل دعاءهم يعني دعوتنا لهم توهينا لهم ضعفا لهم فسعد أرسل جماعة من أشراف المسلمين دعاة إلى يزدجرد يقامت الحجة قبل رفع السيف النعمان ابن مقر من ألمع النجوم الإسلامية في المعارك قائد معركة نهاوند رضي الله عنه قيس ابن زرارة الأشعث ابن قيس فرات ابن حيان عاصم ابن عمر عمر ابن معدي كرب المغيرة ابن شعبة قادة فرسان ودعاة عظماء وصلوا المدائن تحركوا من القادسية اجتازوا الفرات واجتازوا دجلة حتى وصلوا إلى المدائن عاصمة الفرس وفيها قصر كسرى المسمى بالأبيض كسرى فدخلوا على يزدجرد وفبدأ يزدجرد يكلمهم بواسطة الترجمان فسألهم ما جاء بكم ودعاكم إلى غزونا والتوغل في بلادنا أمن أجل أننا انتشاغلنا عنكم شفتونا مشغولين اختلافات بيننا اشترأتم علينا تجرأتم علينا فهنا قام سيد الوفد عن نعمان ابن مقرن فقال إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر ووعدنا على إجابته يعني الذي يستجيب له خيري الدنيا والآخرة وبين له كيف اختلف العرب فمنهم من أيده ومنهم من خالفه وكيف قاتلنا الذين خالفوه حتى هزمناهم وتوحد العرب بهذا الدين ثم أمر أن نبتدئ بمن جاورنا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف نحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله كل ديننا تعالوا انظروا فيه كل الأخلاق الحسنة دعا إليها وكل الأخلاق السيئة نهى عنها فإن أبيتم ففضتم فأمر أهوى عليكم وهو الجزية تخضع بلادكم للمسلمين وتدفعون أموال للمسلمين فإن أبيتم فالمناجزة القتال فإن أجبتم إلى ديننا قبلتم الإسلام كل الذي سنفعله نترك فيكم كتاب الله وتقيمون على أن تحكموا بأحكام الله ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم شوفوا المسألة إذن موهي غنائم ولا سلاح ولا قتال نحن نريد كلمة الله أن تكون هي العليا نعطيكم كتاب الله تحكموا به نمش عنكم وإذا رفضتم وبذلتم الجزية قبلنا منكم نأخذ منكم الجزية ونحن نحميكم وإلا قاتلناكم من هؤلاء الذين يهددون أعظم حاكم في الأرض من هؤلاء الذين ليس لهم شأن ولا يعرف لهم مكان في البشرية ولا حضارة من هؤلاء الذين يأتون يطالبونه أن يستسلم لهم فرد ردا عجيبا رد يزدجر اسمعوا قال إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم شوفوا الوصف الذي يصل به العرب وهو وصف حقيقي وقد كنا نوكل بكم قرى الضواحي يعني القرى اللي في أطراف بلادنا نأمرهم أن يديروا شؤونكم بالنسبة لنا فإذا كان لحقكم غرور شوفكم مغرورين بأنفسكم فلا يغرنكم منا لا يصير غروركم علينا انتبهوا وإن كان الجهد يعني إذا كنتم أصابكم الجوع والشدة فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم ما عندكم ملابس أنتم مساكين وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم كلام أيضا مؤذي لكن فعلا كان هذا هو حال العرب قبل أن يأتيهم الإسلام الذي صنع للعرب حضارة هو الإسلام ما كان لهم شأن ولا كان لهم حضارة ولا كان لهم مكان في الأمم ولا كانت لهم فتوحات ما صنع لهم المجد إلا الإسلام هكذا نظرة الشعوب الأخرى لهم فهنا قام قيس ابن زرارة فقال كلمة شديدة لما سمع هذا الكلام الشديد قال أما ما ذكرته من سوء الحال فكما وصفت وأشد قال لي قلته كل حق حالنا شديد تفرقنا ضعفنا ثم رحمنا الله بإرسال النبي وبدأ يشرح لأمر الإسلام ثم قال اختر يا يزدجار اختر يا كسر اما الجزية عن يد وأنت صاغر صاغر ما فهمها يزدجار الترجماء ما عرف يترجمها كان لهم شرحوا لي يعني شنو صاغر هذي قال صاغر يعني احنا نقعد وانت واقف وتأتي لنا بالجزية وتترجان تقول لو سمحت واخدوها واحنا نقول لك لا ما يمكن ناخدها يمكن ما ناخدها يعني ذليل كسر بدأ يغلي قال وإلا قال وإلا السيف أو انجو بنفسك وأسلم يستجرد يسمع هذا الكلام بدأ يغلي أكثر وأكثر قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم لا شيء لكم عندي فيما أمر قال اتوني بالتراب فجيء بالتراب قال اجعلوه على رأس أشرف واحد فيهم فهنا قال عاصم بن عمر أنا أشرفهم ضعوا التراب علي فوضعوا التراب على رأسه وتحرك عاصم بهذا التراب وخرج إلى راحلته فركبها حتى وصل إلى سعد فقال له أبشر فوالله لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم سلمنا الله عز وجل ملكهم يزدجرد سلمني أرضه هكذا قصد عاصم لما الملك أعطاه التراب فسرها عاصم أن يزدجرد كسر الفرس سلمه أرض الفرس فالنظر إلى هذه المسألة التي حاول يزدجرد أن يجعلها ذلا جعلها بشرى للمسلمين ترجمة نانسي قنقر